السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عند فحص عنقود العنب كريمسون سيدلس في الاسبوع الاول من يوليو وذلك للتأكد من مدى وجود بعض الاصابات الحشرية والامراض الفطرية والمحتمل انتشارها في هذا التوقيت من العام لوحز وجود بعض الصمار الموجودة على عنقود العنب وتبدو كما لو كانت مصابة بأحد الامراض الفطرية اما اعفان صمار او اسوداد ومرض عنق الحبات البلاكستيم او الحبة المائية ولكن لوحز ايضا انها توجد على كدف واحد كامل من اكتاف العنقود ولا يوجد مثل هذا العرض على باقي حبات العنقود او على العناقيد المجاورة فاستبعد تماما ان يكون هذا مرض فطري في البستان وعند تدقيق الفحص وجد ان هناك اصابة ميكانيكية في الجزء العلوي من منطقة اتصال الكتف بالعنقود وهذه الاصابة تسببت في تمزق الحزم الوعائية الناقلة للماء والمواد الغزائية وغالبا تمت بعد كبر حج الحبات ثم حدث جفاف وفقد العصارة النباتية الموجودة في حبات هذا الجزء من العنقود وتسبب في انكماش وكرمشة الحبات واصبحت شبيهة بمرض الحبة المائية الناتج عن البلاكستيم والاختلاف انها كانت على فرع واحد من العنقود وايضا صمرها المنكمشة متصلة بالفرع دون سهولة تساقطها كمرض الحبة المائية الناتج عن اسوداد عنق الحبات وتم تجنب التوصيع برش المويدات الفطرية المتخصصة في هذا المرض وتجنب التعديل في برنامج التسميد المتبع بزيادة جرعات عنصراء الكاليسيوم والماغنسيوم لتطبيق اسلوب التغزية العلاجية وفي النهاية التشخيص السليم يقلل التكاليف والموجود ويعظم الانتاج تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته